هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء ها نحن نقترب من لحظة الختام ختام مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الخامسة والعشرين دورة اليوبيل الفضي اليوم تنافس ست من المتسابقين من مصر ونيجيريا وتايلند وملاوي وتوغو وغينيا كوناكري مشاهدين أهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اسمي نادي سعد جابر محمد جئت مشاركا في مسابقة دبي الدولية ممثلا مصر الحبيبة أحمد الله عز وجل أن أنهيت اختباري اليوم في هذه المسابقة القرآنية العريقة أشكر الله عز وجل أولا وآخرا ثم أشكر والدي الذين تعب معي كثيرا في تحفظ كتاب الله عز وجل كما أشكر مشايخي الذين علموني كتاب الله عز وجل والله أسأل لي ولجميع المتسابقين التوفيق واستداد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أسمي عبد الرحيم مصور يلوى الحمد لله وأشكر الله على كوني في المشاركين في هذه المسابقة جائزة الدبي للقرآن الكريم وأشكر والدي وأساتذتي وأشكر كل القائمين على هذه الجائزة ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم ويحفظهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى سياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين استروا الضلالة بالهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي مزم من دولة التايلان للمسابقة القرآن الكريم الحمد لله أشكر الله تعالى وأشكر والدي ومعلمي وكل المتسابقين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِعْ بُلُضْنَاهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ الحمد لله رب العالمين يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّسُمْ والذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشكر الله عز وجل وأشكر أستاذي الذي علمني القرآن وبعد ذلك أشكركم أيضا وأشكر والدي إن شاء الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون حقيقة سررت كثيرا بمشاركتي في هذه الجائزة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في هذه الدورة ومن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنام لسموي الشيخ محمد بن راشد أهل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه والقائمين على هذه الجائزة وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم ويحفظهم ويجزيهم عنا خير الجزاء الحمد لله رب العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره بتنظيم هذه المسابقة مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تحتفل هذا العام بـ 25 سنة من التطور والازدهار والإبهار التي عودت دبي العالم عليه فإن هذه الدورة هي دورة استثنائية كونها تمثل ربع قرن من خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة الحفاظ ونشر القرآن الكريم وعلومه على مستوى العالم ولا يفوتني في هذا أن أشكر راعي الجائزة ومؤسسها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه فإنه ما فتئ يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى منذ 25 عاما ويمد هذه الجائزة برعايته واهتمامه وخالص تقديره فله منا كل الشكر والتقدير كذلك مما لا يفوتني أن أثني على مستويات المتسابقين الذين أظهروا براعة عالية وحفظا متقنا وأداء محكما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهذا إن دل فإنما يدل على استثمارهم لأوقاتهم وعلى الجهود المباركة التي اطلع بها آباؤهم ومعلموهم فلهم كل الشكر والتقدير وجزاكم الله خيرا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا كدعوا للعلم وللعمل نشكر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على إنجازهم العظيم والمتقدم والتكريم الدائم ونكملهم ما شاء الله 25 سنة ودوء شاكرة لهم وبالعكس ترحب وتشكر الدعم الدائم لهم للناس لحفيظة القرآن ونحن مسرورين أن كنا جزء من هذا الدعم يعني جائزة المسابقة الدولية لتعفز الكرآن من المسابقات العالمية في هذا الشهر الكريم ومحفل تعارف لكل الشعوب الإسلامية والعربية والأمة الإسلامية جميعا من مختلف الدول الإسلامية مصر نيجيريا تايلاند على سبيل المثال فربنا يوفق الجميع ومتصبك المصري مشاهدين الأعزاء هذه المنصة شهدت تنافسا قويا بين حفظة كتاب الله لنيل إحدى المراكز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الخامسة والعشرين ندعوكم لحضور بقية أيام المسابقة وحتى نلقاكم في حلقة جديدة تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر